ايه ده كل واحد بتعليقاتات اهو ما قديها عيات كل واحد ما قديها عيات فين فين كابتني الفرقة فين الشخصية بتاعت اللعبة دي يعني ما احترام بتعفوش تلعبه ولا بتعفوش تباسه طب فين الروح فين الشخصية بتاعتك ايه وكل واحد بتعليقاته خلاص بقيت الكورة بقيتها دلوقتي انا آسف ان انا منفعل بجد والله الموضوع بقى مستفز قوي اتحاد الكورة يعني يعني حضرتكو انتو فين خليه بس وانا اتكلم بس على اللعيب بتكلم على الجزئية بتاعت اللعيبة هي دي الاهم اللعيبة دي كل جون يجي يوشهم على خدوهم ايه ده فين اللعيبة اللي تشجعت الكورة فاكرين كورة محمد صلاح جاب الكورة راح ووصلنا كاسعالم هي دي شخصية القائد شخصية اللي عايز يوصل من شخصية واحد حددت ليده على وشه ده طبيعي انا والله العظيم لو بلعب اسرادك ولقيك اصلا مهزوم من قبل ما تبقى مهزوم وانت في الملعب قبل ما حدت فيك جون نهار ده لعبة المغرب تيك 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 يوم واحد قاطع انفراد جون حمزة علاء النهار ده ما كانش كويس طبيعي مستوى اللعيب وحش هيعمل ليه حارس المارمة لعيبة قدامه سيئين حسان عبد المجيد بطيء سيبكوا بقى من التشكيلة الاحسن لعب في البطولة الاحسن لعب في البطولة على ايه على ايه ده احداشر هدف وكل احد صفحة يقولي احداشر بطولة انا قعد نضحك على بعض انا يا جماعة انا لعبك هورا لما اجا اتكلم على مدافع كله يسمعني لما اجا اتكلم على لعيب كله يسمعني الحمد لله سيكا في ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على اي حد واقايمه اللعب الكويس يتقال عليه اللعب كويس انا مامشيش انا ورا صفحات كل واحد فرحالب واحد عنده كم صفحة يقعدوا لها هاخد احسن لعب في البطولة احسن لعب في البطولة ايه احسن لعب في البطولة ايه واحسن تشكيلة اي حد يحط احسن تشكيلة او يلا انا باتكلم على مستوى ده ولا ثبات بط مفيش تمركز مفيش وقوف جنب قليل تحركات قليلة محمد طارق يعني انا معاشي لعب كرة ازاي يعني الاساسيات بتاعته كرة قليلة مع عمر فاعد برضو قليل انا عارف ان فيه فيه مشاكل في الجزئية دي فلو سمحت محدش يجادني انا هبتكلم لو ببتكلم بقلب جامد لان اهوثق في ربنا سبحانه وتعالى وثق في نفسي بتكلم على العيب بتكلم على العيب صح احنا عشناها مع انا اتمرنت مع احسن سواء برا او هنا في مصر تعلمت منهم تعلمت الشخصيتهم تعلمت في كيان اسمه النادي الاهلي ازاي بقى ليه عند الشخصية ازاي ما يبقاش عندي روح الانهزمية حتى لو انت بتلعب في مكان فين الشخصية بتاعتك اللعيب شخصية عندك شخصية هتبقى لعيب كويس شخصية جوه الملعب عندك الكيادة عندك الروح عندك التمركز هو ده اللعيب اما نقعد نمشى على صفحات نشايفين النتيجة عاملة ازاي مفيش اسسيات النارده اللعبة كلها بتفكر لنفسها اللي فاكر نفسه واي احترف في برشلونة الكلام اللي هو الفيك اللي احنا بنسمعه بسهولة بسهولة كده ما دعمش بسهولة عشان توصل بقى فعلا تبقى محمد صلاح لا لازم تتعب قدامك مشوار اشتركوا في القناة